تحياتي خليل شريطه معكم لإخفاء التطبيقات في الآيفون راح أشرح على نظام iOS 13 وبعدها iOS 14 هذا النظام iOS 13 طبعا راح نخفي تطبيق الفيسبوك وغيرها من التطبيقات تتوجه إلى الإعدادات وتختار بعدها screen time وتنقر turn on لحتى نفعلها تختار continue بعدها تتفاعل عندك screen time تختار content privacy and restrictions الإشارة الحمراء لحضر التطبيقات تتأكد أنك ينفعلها مثل ما هو موجود content restrictions حضر المحتوى وعندك كان category موجود هذه هي تصنيف للتطبيقات اللي موجودة عندك يعني بتختار التطبيق اللي موجود فيه تصنيف مثلا تطبيق أفلام تطبيق موسيقى أو تطبيق كتب لحتى تقدر تخفيه من الشاشة راح أختار apps واختار don't allow apps أول خيار طبعا في عندك category هان تصنيف حسب العمر بعد ما اخترناها ما نشوف أنه عندنا ما في أي تطبيق ظاهر عندنا على الشاشة لحتى ترجعهم بتروع على نفس الخطوات content restriction وبتختار allow all apps برجعوا التطبيقات طبعا تختار حسب الكاتيجوري التطبيق اللي بدك تخفيه حسب الكاتيجوري وبتختار من كل كاتيجوري العمر اللي موجود في هذا التطبيق أو حسب برمجة التطبيق من المطورين بدك تنتبه لشغلة انه في حال انت فعلت هاي الخاصية واخفيت التطبيقات لما ترجع التطبيقات على الشاشة راح يختلف ترتيب التطبيقات يعني مثلا الفيسبوك كان موجود عندي في الصفحة الرئيسية أصبح في الصفحة الثانية